الطلب العزاق في مسائق المحاسبة دارية باستخدام الحاسوب مرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم سنتحدث عن sell or process further المهنة عملية الباء أو عملية المعالجة الإضافية لبصيرها لبعض المنتجات في محاضرتنا اليوم سنتحدث بشكل جزئي عن موضوع تم التحدث أو تم تضرق له في مادة محاسبة التكاليف وهي أحيانا بيكون عندي بعض المنتجات لما قوب على سبيل المثال بشراء أحد المنتجات الأولية لنفترض على سبيل المثال شراء حليب الخام وقوبنا على سبيل المثال بعملية معالج له فبطلع عندي بعض المنتجات أحيانا اللي بصير عندي كالتالي بيكون له هاي المنتجات أحيانا بيكون لها قيمة بيعية مرخفضة يعني أسعار البيع لها بيكون جدا مرخفضة في هذه الحالة في بعض الأحيان أن الشركات بتقوم بعملية معالجة إضافية أي بمعنى الدفع مبالغ إضافية حتى تقوم بالحصول على منتج آخر قيمته البعية بتكون مرتفعة وهاي فيه متعلق بمحاضرتنا اليوم ونتحدث بشكل بسيط عن الجوينت كوست والجوينت بشكل أساسي بدايةً يجبون لك أن مجموعة وعديد من المصنعين بيكون عندهم خيارات أو خيار إما عملية البيع للمنتجات عند نقطة معينة من الإنتاج أو عملية الاستمرار في عملية المعالجة وبالتالي بيع المنتجات في منطقة لاحقة بسعر بأعلى فعلى سبيل المثال معطيني بايسيكل مانيفاكتور ستش أز تريك كود سل بايسيكلز توريتيلر إيذر أن اسمبل أو اسمبل فعلى سبيل المثال شركة مصنعة بتقوم بتصنيع درجات الهوائية اسمها تريك هاي شركة عند إمكانية تبيع للموردين أو الموزعين ريتيلر بيعي التجزية إما بيعهم درجات الهوائية مجمعة أم غير مجمعة إذن بهذه الحالة سأكون تكلفة مختلفة كما يعني سبيل المثال شركة آيكيا شركة متخصة في صناعة الأثاث يعني احتمال شركة آيكيا عندها تقوم بعملة بيع المنتجات أو الأثاث بشكل عام إنه حيانا بكون مصنعة بشكل كامل منتهية أو غير منتهية انفنشت The sill or process further decision should be made on the basis of incremental analysis عملية البيع أو عملية المعالجة الإضافية قرارها أحيانا يجب أن يقوم بعملية على أساس التحليل التفاضلي أعطينا نقطة أساسية بيقول لك التالي The basic decision rule is a process further as long as the incremental revenue from such processing exceeds the incremental processing cost أي بمعنى أن نقوم بمزيد من المعالجة طالما أن الإرادات الإضافية من هذه المعالجة تتجاوز التكريف المعالجة الإضافية بشكل بسيط أي بمعنى أن أقوم بعملية المعالجة يعني التكريف الإضافية لكن في المحصلة أن تكون الإرادات المتأتية أكبر من التكريف ستكون عندي ستكبدها بشكل إضافي وحتى نقدر نفهم هذا الحكي بشكل أفضل أول شيء سنطبق فيما يتعلق في single product case في عملية اللي أكون في عندي حالة لم يكون عندي منتج فردي Assume for example that Woodmaster's incorporation makes stable شركة اسمها Woodmaster بتقوم في عملية تصنيع الطاولات It sells unfinished table for 50 US dollar بتقوم بعملية بيع الطابلة لكن الطاولة الغير منتهية للتصنيع unfinished tables بسعر 50 دولار لكل طاولة The cost to manufacture an unfinished table is 35 US dollar وبيجي بقول لك تكلفة هاي الطاولة اللي بيكون عملية تصنيعها غير منتهية هي عبارة عن 35 دولار computed as shown in ومحتسبة بالشكل illustration 7.8 فكانوا معطييني Direct materials, Direct labor, Variable manufacturing overhead, Fixed manufacturing overhead وكانوا معطييني manufacturing cost per unit إذا 15 زاد 10 زاد 6 زاد 4 أعطاني 35 دولار بيجي بقول لي بشكل بسيط Woodmaster currently has unused productive capacity وإذا اشتغلت Woodmaster حاليا ما بتقوم باستخدام الطاقة الإنتاجية عندهم طاقة إنتاجية غير مستخدمة that is expected to continue and independently بمعنى أنها تكون مستمرة إلى ما إلى نهاية Some of this capacity could be used to finish the tables and sell them at 60 US dollar per unit بيقدروا نقوم بمصنع نستغل هذه الطاقة الإنتاجية Some of this capacity يعني بعض من الطاقة الإنتاجية يمكن استخدامها could be used لعملية إنهاء الطاولات وبيحها بسعر أعلى إذن لما أجي أقارن من سعر البيع Unfinished tables وfinished tables راح ألاحظ أن الطاولات عملية التصنيع إليها غير منتهية تكلف سعر البيع إليها 50 دولار لكن تكريف الطاولات إذا بقوم عملية عملية معالج أو عملية بسموها عملية معالجة إضافية يعني عملية تصنيع إضافية بالحالة هاي لما صير عند المنتج تهم الصنع إذن بهذه الحالة بقدر أبيع المنتج ب60 دولار أي بمعنى بالسعر أعلى من السعر بيع الطاولة غير منتهية التصنيع For finished table Direct material will increase لكن بهذه الحالة وردي راح يزيد عندي سعر البيع من 50 إلى 60 لكن بهذه الحالة راح تكبط كمان تكلفة إضافية فبيجي بقول لي كالتالي For finished table للطاولة للمنتهي التصنيع راح بقول لي Direct material will increase 2 US dollar and Direct labor cost will increase 4 US dollar بقول لي عندي المواد مباشرة راح يزيد عندي 2 US dollar وكمان عندي الأجور مباشرة هزيد عندي كمان 4 US dollar بالإضافة The valuable manufacturing overhead cost will increase by 2.40 US dollar بمعنى كمان عندي التكاليف التصنيعية الغير مباشرة المتغيرة راح يزيد عندي تقريب نسبة 60% من الأجور مباشرة وهي راح تكون عندي 2.40 دولار لكن No increase in anticipated in fixed manufacturing overhead لكن ما راهز عندي التكاليف التصنيعية الثابتة الغير مباشرة الثابتة إذن بهذه الحالة Should the company sell and finish tables or should process them further بشكل بسيط هل بالهالة هاي أن الشركة يجب أن تقوم بعملية بيع الطاولات غير منتهى التصنيع أو عملية معالجة إضافية وبيعها بسعر أعلى في هاي الحالة راح نيجي على Sturation 7.9 توضيع السفعة 7 إلى 9 لوضح التحليل التفاضلي On a pair unit basis على أساس واحدة طيب يجي بقول لي بشكل بسيط في أندي معطيني sell and finish عامنه بحال أنه بعت في الطاولات بعملية غير متهة تصنيع وفي عنده عملية process further عملية معالجة إضافية معطينية ومعطيني الفرق بناتنى So in this situation سيكون عندي خمسين دولار وعنده process further ستين دولار أعلى الثانية كان في السؤال ما نقوم بعمل الآن نطرح التكاليف من المبيعات إذا في هذه الحالة حكينا سيكون في عندي Direct Material Direct Labor Variable Manufacturing Overhead و Fixed Manufacturing Overhead راح تلاقي أن البيانات قام بذكرها على التوالي Direct Material و Direct Labor و Variable Manufacturing Overhead و Fixed Manufacturing Overhead مجموحهم كان عندي 35 دولار إذن هذا فيما يتعلق في عملية إذا قمت ببيع الطاولة كانت غير منتهت التصنيع غير محتملة إذن كانت التكاليف إجمال التكاليف عندي 35 إذن نطرح Sales Price Per Unit Minus Cost Per Unit هي 50 ناقص 35 أعطاني Net Income Per Unit طيب فيما يتعلق إذا بدأ قوم بأخذ هاي الطاولة وقوم بعملية معالجة إضافية لها شو هترتب عندي راح ترتب عندي سعر البيع راح يرتفع على 60 دولار لكن حكاري أنه في بعض التكاليف راح تزيد عندي وهي كانت كالتالي راح نيجي بقول عندي Direct Material Will Increase 2 USD And Direct Labor Cost Will Increase 4 USD منيجي قداش كانت بعملية راح كانت عندي 15 إذا زادت عندي Direct Material كمان 2 دولار صارت 17 Direct Labor كانت 10 زادت عندي Direct Labor Cost Will Increase 4 USD إذن بهاي الحالة راح يسيها 14 دولار بعد ذلك شو راح يسيب عندي كمان أعطاني البربي Manufacturing Overhead Cost Will Increase 2.4 USD نفسها لي كمان عندي البربي Manufacturing Overhead 6 زادت ضيف عليها 2.4 USD صارت عندي 8.40 دولار وحكاري أنه Fixed بشكل بسيط No Increase in Anticipated in Fixed Manufacturing Overhead إذا ضرت عندي Fixed Manufacturing Overhead 4.4 لكن نجمع التكاليف 17 زاد 14 زاد 8.4 زاد 4 يوص دولار سيطلع عندي إجمال التكاليف عندي 43 دولار و40 سنت نطرح Sales Price Per Unit ناقص Cost Per Unit هي 43 دولار و40 سنت إذن ال Net Income راح يكون عندي 16 دولار و60 سنت إذن راح نلاحظ بشكل بسيط أنه بهاي الحالة إذا بقوم بعملية معالجة ضافية على الطاولات الغير منتهتة التصنيع أو الغير مكتملة راح يحقق لي صافي داخل أكبر من عملية بيع الطاولة غير مكتملة التصنيع إذن بهذه الحالة راح يكون الفرق تقريبا دولار و60 سنت إذن القيم كافترات عندي The Net Income Increase or Decrease هي 50 هون عندي راح يزيد من الدخل هون كان عندي 60 هون كان 50 زال عندي 10 وهون في عندي إيش 15 ناقص 17 كون نحكي هون إيش كايرادات هون نحكي في متعلق في مجال التكاليف راح يقولك التالي 15 ناقص 17 2 دولار بالمينس 10 ناقص 14 4 دولار مينس عندي 6 دولار ناقص 8.4 يوز دولار هي زيادة 2.4 نحكي هون هي عبارة عن كوس كليات إذن في المحاصلة هون كان عندي 0 فكان عندي زيادة كانت قيمتها 8.4 راح نلاحب 10 ناقص 8.4 راح يعطيني دولار 60 سنت مطمئ بها مقارنة 16.60 ناقص 18 راح يعطيني دولار 60 سنت إذا في هاي الحالة مقدر يقولك التالي كالتالي سيكون بديد للمجال المتعلق بصدر الصبابة إن المحاصلة الأمنصية 10 اوز دولارا من مجال التكاليف 1.6 أعلى من مجال التكاليف العقد المنشي في professor 8.4 اذا بهاي الحالة راح يكون من مفيد لشركة وودماستر تقوم بعملية معالجة اضافية على الطاولات وبالحالة هاي عندي الارادات التفاضلية راح تكون عندي عشرة دولار من خلال عملية المعالجة الاضافية وهي ترتب عندي كفرق كزيادة قيمته دولار وستين سن اذا بهاي الحالة راح نلجأ نقوم بعملية المعالجة الاضافية حتى نقوم تصنيع الطاولات وبيعها بسعر اعلى وهو ستين دولار هاي في حالة انه كان عندي منتج واحد اذا الان سوف ننتقل لتحدث على ملتجات متعددة طبعا السيل or process further decisions are particularly applicable to a process that produce ملتجات 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 In many industries a number of end products are produced from single raw material and common production process بداية بصير عندي كالتاري انه لما يكون عندي اكثر من منتج عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق انه عملية بيع or عملية معالجة process further عملية معالجة اضافية قرارها بيكون عمليا بده لازم يكون عملية معلية معالجة لعملية معالجة معالجة another عمليا لا تخفي عملية الإنتاج لكن عملية المعالجة التي يصبح عندها يظهر عندي أكثر من منتج These multiple end products are commonly referred to a joint product وإذا يكون عندي أكثر من منتج يقولون منتجين وأكثر متأتي من مادة خامة واحدة هاي يسموها بمصطلع عام joint product منتجات مشتركة For example In the meat packing industry إذا يقولون في قطاع اللحوم Armor شركة company Process a cow or pig into meat internal organs heights, bones and fat products على سبيل المثال شركة Armor تقوم بعملية معالجة للحوم على سبيل المثال الأبقار أو الخنازير ويطلع عندي لحوم ويطلع عندي أجزاء داخلية بالإضافة للجلود heights والعظام بالإضافة للfat products وهي منتجات الدهون In the petroleum industries كما في عندي سركات متخصة في الصناعات البترولية مثل Exxon Mobil Refines Crude Oil Produce Gasoline Lubricants Oil Kerosene Parafone and Ethylene على سبيل المثال معكي عن شركة Exxon Mobil شركة متخصصة في تكرير النفط بالإضافة الأمريكية تستخدم عملية معالجة للفحم الحجري على سبيل المثال أو الصخر الزيتي Crude Oil عشان تقوم بإنتاج بعض المشتقات النفطية مثل غازولين أو Lubricants Oil مثل زيوت تشحيم وبرضافة الكاز وبرفين and Ethylene وحتى أن ندرنا فهم هذا الحكي معطينا Illustration 7.10 Present a joint of product situation for Marius Creamery involving decision to sell or process for the cream and skim milk Cream and skim milk are joint of products that result from processing of raw milk فعلى سبيل المثال أحكي للي فيم شركة Marius Creamy شركة تقوم بعملية معالجة لبعض المواد وهي المادة الخام وهي Romilk حليب الخام بيطلع عندي منتجات اثنين هما Cream and skim milk Cream معروفة بالإضافة skim milk معناها الحليب المقشود إذن بهذه الحالة رح يطلع عندي نوعين المنتجات المشتركة حكينا عنها من استعمالية معالجة للحليب الخام إذن هاي مسمناها Joint Products ومعطيني Joint Products Processing Creamery للشركة هاي ومعطيني كان عندي كالتالي عندي Raw Milk حليب الخام صارت عملية معالجة له Common Processes بشكل عام إذن بهذه الحالة أنا أتكبت تكاليف ووصلت لنقطة معينة هون إذن بلاحظ هاي النقطة انفصلت عندي صار عندي منتجات اثنين هاي Joint Products بس هاي النقطة بسموها Split of Point نقطة الانفصال إذن كل التكاليف قبل نقطة الانفصال يسمى Joint Cost تكاليف مشتركة إذن هاي النقطة لازم نتبهلها إذن هاي التكاليف عن نقطة الانفصال فما قبل هي تكاليف مشتركة ولا يمكن تجنبها We can't avoid this cost إذن بحالة هاي تسمى هاي التكاليف هي تكاليفة خارقة يعني من يمكن رجالها تم تكبتها It's anchored and we can't avoid it إذن هاي النقطة بسموها نقطة الانفصال النقطة الانفصال لما يطلع عندي منتجات اثنين أو أكثر طلع عندي المنتجات والكريم and skin milk هاي بسموها Joint Products وحيانا هاي المنتجات بكون لها قيم بيعية والخفضة فبش بس لها هاي المنتجات وبصير إلها قيمة البعية أعلى فبش بصير عندي أنا بأخذ الكريم وبقوم بعملية معالجة لاحقة فبطلع عندي cottage cheese نوع عنوار الجبن والskin milk بقوم بعملية معالجة إضافية إلو بطلع عندي condensed milk وهو الحليب المكثب إذن هاي الطريقة بدأ بقوم بعملية بيعه إذن ياما أحيانا كيف بدأ بعملية تحديد إن أقوم بعملية معالجة وبها هذا المنتج أو أكتفي بس في المنتج هو الجوينت بريكس الأول إش عندي بدأ بقوم بعملية معالجة إذن بنستخدم إش بسموه incremental analysis هو التحليل التفاضلي فهي حاكينا الموضي شريحه هون بقولك it's irrelevant for any sale or process further decision the reason is is that the joint product costs are sunk costs إذن هاي المعلومات فيما تعلق فيها sunk costs يمنحك عن joint product costs للتكاليف اللي صارت عندي هون هاي التكاليف تكاليف إيش غالقة لا يمكن استفاد منها بعمل اتخاذ القرار لأنه لا يمكن تيش تجنبها وتم تكبضها من قبل عشان يقدر نفهم آلية الحكم على هاي القرارات لم يكن عندي منتجين أكثر multiple products يجي عندي عن مثال اللي ظاهر عندي هون بيجب لك illustration 7.11 provided daily cost and revenue data for malice creamery related to cream and cottage cheese فمعطين المنتجات اللي بصير عندي ايش هي المنتجات النهي cottage cheese and condensed milk بس هون شو معطيني هاي related to cream and cottage cheese فميجي بقولك التالي فمعطيني التكاليف cost per day ومعطيني revenue for products per day فكان معطيني joint cost allocation to cream كان 9000 دولار cost to process cream to cottage cheese فكان عندي 10 3 دولار اللي ارادات المتأتي منها يعني على سم مثال كيف بد أقوم بعملية مفاضلة أني أقوم بعملية إنتاج الكريم ولا cottage cheese فبيجي مطيني البيانات هاي اللي ظهر عندي فكان عندي تكاليف المشتركة to cream يعني التكاليف الوصلة لهان هي split of point كان نصيبي كريم منها 9000 دولار إذا بقوم بعملية كمان معالجة إضافية إذن بهاي الحال رح تكبر تكاليف إضافية عشان أصل للكوت cheese رح تبع 10,000 دولار الريفينيو لهي المنتجات إذا بدأ قوم بس بعملية إنتاج كريم رح يكون عندي مبيعات بشكل يومي 19,000 دولار لكن إذا قمت بعملية مهاجزة في رح يطلع عندي الكوت cheese ورح بيع المنتج ب 27,000 دولار إرادة رح تكون عندي بشكل إذن من خلال هذه المعلومات مجد نقوم بتحديد فيما إمكانية الشركة يجب أن تقوم بعملية بيع المنتج الأول وهو كريم بشكل بسيط أو بقوم عملية معالج إضافية وتكب التكليل إضافية وبيعه كمنتج نهائي كوتا cheese إذن التوضيح رقم 7 إلى 12 بوضح التحليل الأساسي أو الضروري لها العملية تحط الملاحظة فبيعي التكريف المشتركة التي تم تخصيصها للمنتج كريم غير متضمن لماذا لأن هذه التكريف هي تكليف غارقة فبيقول لي It's not relevant to the decision because it's sunk cost ولك غير ملائمة لاتخذ القرار لأنها هي تكلفة غارقة أي بمعنى لا يمكن تجنوب It has been anchored أي بمعنى تم تكبوتها in the past بالماضي and will remain the same no matter whether the cream is subsequently processed or not to cottage cheese or not فبيقولك هاي القيم رح ضالة ثابتة بحال أن أنتج يعني قمت بعملة معالجة ضفية أم لما قم بالمعالجة رح تكبت هاي التكلفة فمعطينا أي توضيح لها فكان عندي sales per day في حال أني بعت الكريم رح يكون عندي نبعات 13.000 دولار وفي حال بعت قمت بعملة معالجة ضفية ورح بيع المنتج وهو cottage cheese رح بيع 27.000 دولار التكليف كان عندي هون تكليف فيها حكينا joint cost ما رح تأثر عندي ليش لأن هي تكلفة متكبدة في الماضي ولا يمكن تجنبها إذن بحال هاي ما رح تأثر عندي نهائيا لكن شو رح يأثر عندي هي النقطة اللي عندي لما قوم بعملية معالجة ضفية رح تكون عندي القيمة 10.000 دولار فرح اللحظ عندي 17.000 27.000 27.000 19.000 هل عندي 8.000 دولار نحكي عن السيل لكن في 0.10 بطلع عندي 10.000 دولار 8.000 10.000 إذن بهاي الحالة يفضل أني أقوم ببيع المنتج كمنتج أولي وهو لما قوم بعد نقطة الانفصال وهو الكريم ليش لأن صاف الدخل عندي رح يكون أعلى من عملية المعالجة طيب ليش أنا اتجهالت النقطة الأساسية فيما يتعلق بالتكليف وهي جوين كوس كريم هي سألها بدلار ليش ما ضفت هون كون تعتبر تكلفة في المحاصلة لما أجيب الحليب وقوم بعملية معالجة فبيطلع عندي المنتجات الرئيسية إذن التكليف اللي تم تكبدها قبل نقطة الانفصال هاي تكلفة آن رح تكبدها جميع الجهات لكن لما أقوم بعملية معالجة اضافية هاي تكلف رح تكبدها هي عملية اختيارية إذن يمكن تجنبها أو لا يمكن تجنبها هي ترجع لقرار الشركة ما بدوا قوم بعملية معالجة ما رح تفع إذن هاي النقطة الأساسية في هذا الموضوع التكليف كان معطني في السؤال تم تجاهلها لأنها irrelevant cost بمعنى irrelevant information cost because it's anchored in the past and it will remain the same no matter whether the cream is subsequently processed into cottage cheese or not فهذه النقطة المهمة التي تركز عليها هي تكليف تم تكبضها في الماضي وليس لها علاقة أو غير ملائم لاتخاذ القرار فيما يتعلق في المفاضلة بين عملية البيع أو عملية المعالجة الإضافية فهذه النقطة رئيسية من نحب أن ركز عليها طيب لشوان عندي نعين المنتجات تطلع عندي كان عندي كريم وانتهي نعملها لو افترضنا الحالة ستكون متعلقة بال skim milk و condensed milk فيجب بشكل بسيط معطينا البيانات المتعلقة بها illustration 7.13 provides the daily cost and revenue data for the company related to skim milk and condensed milk فكان معطينا التكاليف per day revenues from products per day فالjoined cost allocated to skim milk cost to process skim milk to end condensed milk هي كان عندي خمسة ثمان ألاب دولار وكان معطينا الإرادات من خلال skim milk هي عشر ألف و condensed ملك سترشين سنقوم بالمفاضل ما بين اتهم في عملية بيع المنتج الأول وهو skim milk سنبيع 11.000 لكن إذا سنقوم بعملية معالجة ضفية سنبيع المنتج وهو condensed milk سنبيع 26.000 دولار 11.26 هيا بطح من التكاليف المتعلقة بها وحكينا التكاليف المشتركة joint cost located skim milk it's already incurred and we can't avoid it's main it's sunk cost حكينا هي تكلفة غارقة إذن لا يمكن تجنبها إذن مارس دخل عندي لكن شو رح يدخل عندي cost process skim milk into content milk الأول وهو كان كان 11.000 لكن صاف الدخل فيما يتعلق كانت عندي 18.000 دولار إذن بهاي الحالة رح يكون عندي الفرق 11.000 18.000 سيكون عندي لصالح المنتج الذي يقوم بعملية معالج إضافية عليه سيطل عندي content milk وهو 18.000 دولار والفرق 7.000 دولار إذن بهاي الحالة يفضل أنه يقوم بعملية معالج إضافية لهذا المنتج حتى يطلع عندي بالصيغة النهائية ويقوم ببيعه بالسعر الأعلى وهو أن يقوم بعملية معالج وبيع المنتج النهي وهو content milk فهذه النقطة الرئيسية من عملية لم يكن عندي منتجين أو أكثر إذن إلى هنا تنتيم حضرتنا شكرا لكم على حسن المشاهدة